أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على أنه جاري العمل على جعل قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ نموذجا حقيقيا ووقعيا للتوافق البيئي المستدام للعالم لشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية وخلال تفقدها قاعة المؤتمرات وحديقة السلام لمتابعة الاستعدادات لمؤتمر المناخ كوبتا 27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل تبعت وزيرة البيئة خلال الجولة أعمال التوسع للقاعة والتي تم إقامتها لاستيعاب أعداد المشاركين والتي قد تصل إلى ما يقرب من 30 ألف مشارك على مستوى العالم